التعاون في يوم البيئة العالمي طلب المعلمة إلى تلاميزه المشاركة باقتراحات يحافظون بها على البيئة المدرسة أخذت التلاميز وفكرونه ويتشاركون فيما بينهم فقال عمر خلف المدرسة ساحة واسعة لم 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 لا نزرعها وتصبح حديقة رد حازم الساحة واسعة ونحن صغار فكيف يمكننا نزرعها أجاب عمر لا تقلق يا حازم فبتعاوننا نكتاز الصعاب ونحقق الأهداف قال المعلم أحسنت يا عمر فلتعاون أخولك المسلم وقد أمرنا الله تعالى به في قوله تعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صورة المائدة وفي اليوم التالي قسم المعلم التلاميزي إلى مجموعتين خاصة كل مجموعة بعمل يتعاونون أفرادها على إنجازهم فمجموعة تنظف الساحة وأخرى تحفر الحفرة وثالثة تغرس الشتلات والرابعة تسقيها بالماء أحضر معلم الشتلات ووفر للمجموعات أدوات زراعة فأخذت المجموعات تعمل بجد ونشاط وما إن شارف اليوم دراسة على الإنتاء حتى كان الساحة حديقة خضراء تهدهش عمر من جمال الحديقة وقال ما أجمل حديقة استطعنا أن نحول ساحة المدرسة إلى حديقة غناء في وقت قصير وبجوة قليل قال المعلم إن التعاون طمر من ثمار الإيمان يزيد الترابط في المجتمع ويشيع المحبة والود بين الناس